هناك عشرات الألاف من أطنان القمح موجودة في موانئ بور سودان جاهز للتوزيع التكفي لأكثر من أربعة ملايين شخص وهو ما يصعب القيام به حالياً بشكل آمن رغم بعض الأمل الذي ظهر بعدما تمكن بعض شركائنا من توصيل بعض المساعدات في جدة كنا نركز على العمل مع الأطراف ومع القوات المسلحة بالتحديد لرفع بعض القيود البيروقراتية ليتمكن شركاؤنا من العمل بحرية أكبر وتوصيل المساعدة لمن يحتاج إليها اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر